أزمة عديدة عصفت بالعراق خلال السنوات الماضية تركت آثارها الكبيرة على مختلف جوانب الحياة فالعملية السياسية التي شكلها الاحتلال بعد عام 2003 أنتجت نظاما فاشلا ومؤسسات ينهشها الفساد وهو من عكس سلبا على حياة العراقيين ليس هذا فحسب فالعديد من التقارير الدولية تحذر من تزايد الأخطار التي تحيط بالبلد خلال الفترة القادمة لا سيما بعد الفشل الكبير الذي رافق الانتخابات الأخيرة نتيجة المقاطعة الواسعة والتصعيد الذي مارسته الميليشيات الخاسرة مركز منوهار باريكار الدولي للدراسات العسكرية والبحوث أكد أن تحديات كبيرة داخلية وخارجية بانتظار العراق في قادم الأيام لا سيما وأن النظام السياسي لم يتجاوب مع تظاهرات ثورة تشرين الواسعة ولم يغير من واقعه الذي يسوده التخبط والفشل بينما كشفت دراسة أخيرة أجراها مركز تمكين السلام في العراق بأن ثمانين بالمئة من العراقيين ينظرون للفساد على أنه أحد أكبر المشاكل التي يواجهها البلد لا سيما في ظل تعطل مكافحة الفساد وتفاقم مشاكل الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر ويقول المراقبون أن تشبث الأحزاب بالنظام المحاصصة الذي تتقاسم عن طريقه المناصب والامتيازات يؤكد استحالة إصلاح هذا النظام وهذا ما ظهر جليا في التصريحات الأخيرة لزعيم حزب الدعوة نور المالكي الذي لا طالما روج لحكومة الأغلبية السياسية قبل أن يلوح بالفوضى إن لم يتوجه الفرقاء نحو حكومة توافقية أي محاصصاتية خشية التفريط بالمكاسب وفقدان جزء من النفوذ الذي يمتلكه لذلك لا أجد مجالا للعودة إلى مبدأ الأغلبية السياسية لتشكيل الحكومة وإنما أن نذهب باتجاه التوافقية كل القوى التي شاركت في العملية الانتخابية يمكنها أن تشترك في الحوار والتفاهم على تشكيل الحكومة توافقيا صراع مزمن يعيشه هؤلاء وتنافس ينتهي كل مرة بالاتفاق على تقاسم السيطرة على مقدرات البلد وثرواته بينما يعيش الشعب واقعا ينذر بمزيد من التدهور مع انسداد أفق الإصلاح السياسي وغياب الحلول الاقتصادية التي من شأنها أن تخفف ولو جزءا من الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن شكرا